السلام عليكم اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم معي في فيديو جديد والف مرحبا بكل متتبعي القناة كنشكركم جزيلا شكر الى حسن المتابعة وكنقول لكم عواشركم مباركة مسعودة دخول عليكم الصحة والسلامة وبكل ما كتمنى وان شاء الله اليوم ما غادي نقترح عليكم قطيبات متبلين رائعين مع مقبلة لذيذة جدا قطيبات دينا غادي نحتاجوا قطع من اللحم اللي كان فضل دائما في القطبان يكون اللحم ديال الفخد كيجي فتي وكيجي زوين ويدا شوفي هاد طريفة هادو ديال الشحمة اللي كتكون قاسحة فغادي تحيدوهم بش يجيوكم هشاشين وزوينين واذا اقدرتو هكا مع هاد اللحمة ديالكم يكون ذاك الشحمة اللي كتكون كتدوب هادك وخد خليوها كتكون زوينة وكتجيبهم هشاشين وبنان غادي نقطعو الحم ديالنا الى قطع يعني قي طعم متساوية وتكون مكبيرة مصغيرة وفي التتبينة ديالنا غادي نحتاجوا راس معلقة من الفلفل الاحمر او للبابريكا او للتحميرة راس معلقة من الكمون بنسبة التوابل ما نكتروش القليل من الفلفل الاسود اللي ممكن تعوضوه بالسودانية او للحار راس معلقة من الكركم او للخرقوم سن او لفص واحد ديال التوم محكوك قصبور ومعد نوس فانا كنخلطهم باش هكا كيعطيوني واحد النكهة والبن نزوينا والقليل من الملح فالملح دائما غادي سودعو ولا كمية ديال التوابل على حسب الكمية اللي عندكم ديالله وغادي نوضع هكاك واحد معلقة كبيرة من عصير الحامض اللي كيعطي واحد لها شاشة وكيجبنا القطبان ديالنا شاشين بسف ومعلقة صغيرة هكاك ولا قطرات من الخل الابيض او خل الحامض يعني الخل الابيض او للخل الحامض اللي متوفر عندكم دابا غادي ان شاء الله نضيف جوج تتبيلات اللي كيبقوا اختياريين لكن يعني استحسن انكم تقدوهم لانا فعلا كيعطيونا واحد المدقزوين اللي هو القصبر حبوب مطحون والتتبيلات ديال القطبان يعني العطار كتقولوا لو عطينا التتبيلات ديال القطبان كينا ديال القطبان كينا المروزية وكينا ديال الكفتاها دو يعني كل حاجة كتجي معا ديالها وكتعطي واحد لوقو مختالف وزوين اهنا خلطت تتبيلات ديالي مزيان مع اللحم ودخلتها مزيان فيها غادي نغطيوها تخليوها ترتاح يعني كل ما بقعت في هالتتبيلات غادي تجيزوين اللحم ديالنا او للقطبان ديالنا اذا ما عندكم ش الوقت هكاك واحد ساعة يعني باش كيجيو هكا مشربين وزوينين ويدا عندكم الوقت هولا شرملتو كمية كبيرة وخا تبقى لكم حتى انا 48 ساعة غادي ما غادي وقالي هاتشي حاجة فقط تكون في تلاجة ملتحت يعني في درجة ديال البرودة دابا اه قبل ما غادي نشويهم بواحد الساعة غادي نضيف هنا واحد البصلة صغيرة محكوكا البصل هادا الاحمر او للابيض يعني عنده بنفس النتيجة وجوجم على كبار ديال الزيت فبالنسبة للزيت كيعطيته واحد الهاشاشا وكيخلي الحم ديالنا يجي فيه واحد حميرة زوينة والبصل يعني اه تهو كيعطي واحد المدق زوين لكن ما نعطلوش الحم ديالنا في البصل باش مكينعكشي ديك المدق ويصباح هكا اه مسموم وما كيبقاش ما دا قزوين غادي نخلي اه القطيبة ديالي تشربوا البصلة هي واحد شوية لما نوجد اه زعلوك ولا واحد المقبيلة اللي ساهلة وزوينة انا غادي نحتاج معاكم فيها جوج حبات ديال بادنجل اه بطبيعة الحال اذا كنتوا اسرة كبيرة غادي تضاعفوا المكونات انا خديت هكا يعني جوج غير صغر غادي نقشرهم يعني من القشرة ما يبقاش فيهم من الاحسن مش ميجيش هكا ديك اللون اسود وغادي نقطع البادنجل ديالي دوائر هكا ارقاقين غادي ناخد واحد المقلات غادي نوضع فيها هاد البادنجل او لدنجل غادي نوضع ليهم هكا كواحد ربعات المعالقة ديال زيت الزيتون او لزيت نباتي اللي متوفر عندكم و هكا قطرات من الحامض هير باش البادنجل ديالنا ميسبحش اللون ديالو هكا مغلوق او لأسود غادي نوضعهم فوق النار نار مهيلا و بلا من حركوهم غير هكا نار مهيلا و هما مغطين حتى كيدبلو كيتشوفو كتولي الكمية صغيرة يعني ما كيبقاش ما كيبقناش يدي كبادنجل هكا القاسح بحلا كي طيب غادي نوضع هنا التوم القصبور بنسبة للتوم ثلاثة دل فصيصات بنسبة للقصبور ثلاثة دل عريشات نسمعي القادية الكمون راس معي القادية الفلفل الاحمر او غادي نزيد هكا واحد القطيرات ديال العاصير الحامض او اللي تزيدو اللوب ديال الحامض مصير اذا كتبغيو يجيكم هكا ديك البادنجل فيه ديك النك هاد الحامض اذا ما كتبغيوش الحامض ممكن تستغنوي عليه والملح بطبيعة الحل وهنا جوج حبات ديال الطماطيم اما يكونوا مطحونين او لمح كوكين او لمقطعين صغيرين انا نفضة يكونوا مطحونين او محكوكين باش هكام كي جيوشي باش مكي جيوشي ديك الطريفات باينين ويكونوا مناقين بازريعة باش ما كتجي زالوك ديالنا او لمقابلة ديالنا زوينا اه النار متوسطة وانا كنحرك وكنحاول داك البادنجل هكا نمعسو باش ما كيبقاش باين كما كتشوفو كي الصباح معلك وزوين ودفا غادي نطفي عليه النار وما غاديش نقلكم واحد نسمة منو وكتجي مو قبيلا لزوينه وكتتحضر في اقل من عشرة دقايق غير وجد البادي نجال تيالي خليته على جانب هنا اما بطبيعة الحال غادي تشوي واما على الفاخر والليلة عندكم هكا مشوات كهربائية وكيف كان عرفو را ما كينش احسن من الفاخر ولكن كل واحد غادي شوي في الحاجة اللي عندو فانا يعني في هادي المشوات اللي عندو مشوات كهربائية ضروري ومؤكد تعمروها بالماء باش ما تطلق لكم ش الريحة وباش الصينية ديالا ما تكحل شي وكيساعدنا القطبان باش كيجيوا طيبين وهشاش غادي نشعل شوية ديالي غادي نخليها تسخل وهنا يعني القطيبة ديالي غير علامة تشربوا هذيك البصلة وغادي نعمرهم بهات الطريقة هذي كما كتشوفوا يعني كيجيوا هكا بشكل طولي وبالنسبة للقطيبات ما نكتروشي يعني ما نعمروش بزاف وندحسوهم سواء شوينهم في المجمال ولا شوينهم للشواية كهربائية ما غاديش هكا ندحسوهم وندقيقوهم باش كيدخلهم الطيب كلهم من جميع الجوانب واحد ملاحظة صغيرة فبالنسبة للماء اللي ضفت انا في الشواية فهو ماء اللي هوية بارد واذا كان عندكم مثلا الكطليات ولا شي احسن الماء اللي غادي توضعو في ذاكسينية يكون ماء اللي كيف كان قول لكم طيب يعني باش هكا ديك البخر ديالو كيساعدنا في الطياب ديال الحام او لا داكشي داكشي اللي كيتشوى فهنا غادي ناخد الزيت وغادي ندهان هاد الفق شوية باش ميلساقناش للحم ديالنا هو ما غاديش يلساق لانا اينوكس ولكن بعض الاخوات بعض المرات كيساق سيوني كيلساقنا مثلا الحوت او لا كيلساقنا القطبان او للدجاج فدائما دهنو بالزيت داك السلوكا باش هكا ما كيلسقوش اولا السمكة ديالكم اولا الدجاج ديالكم اولا القطبان ديالكم اللي كان هو اللي الدهنوهم بالزيت هاكا كيجو فيهم واحد اللون حمي مارزوين وايضا ما كيلسقوشي فغادي نخلي القطبات اللي عمرت في صفافة الحديدة شوى وهنا بالنسبة اللي عندهم اعواد خشابية يشوي فيهم فيستحسن انكم ترقدوهم في الماء باش ما كيتحرقوشي سواء على المجمر او لا المشوات كهربائية غادي تدهنوهم بالزيت وغادي تبدو تعمرو فيهم فالزيت غادي تدهنو غير البلاسة فين غادي تعمرو وصافة كتحطو هكا القطبات ديالكم على المشوات فاذا كالفاخر يكون مزيان مزيان يعني من تحطو القطبان ديالكم صافة الفاخر يكون محامي باش القطبان ديالنا كيتشوى بسرعة وكيجيو طيبين وفتين يعني ما كيقساحوشي وايضا بالنسبة المشوات كهربائية حتى هي سخنوها عاد وضعوا القطبان ديالكم باش هكا كيجيو مشويين محمرين وهشاشين في نفس الوقت وهادو بعض النقاط يعني اللي اطرقت ليهم من المبتدئات هكا يعني نقاط اللي بساطين لكن يعني بزاف منها يقدر يستفد منهم ومن بعد ما كنكملو كيكم ديالي هو هادا فازع لوكم ما غديش نقول لكم كيجي بنين وكيجي زوين القطيبات ايش غادي نقول لكم كيجيو بنانين تتبيلا اللي ممتازة ممتازة جدا كيجيو هشاش وبنان بزف بزف ايش غادي نقول لكم يالله محمرين زوينين شويوهم على القياس اللي بغيتو غير الانعكاس ديال اللون الابيض كيعطي واحد اللون شوي اغامق على دك الشي كنحاول نقرب لكم ما امكان للكاميرا فانا هنا قدمت حتى واحد الصالات ديال هادو جوج اقتراحات اللي اقترحت لكم فبالنسبة للقطيبات كيجيو زوينين كيجيو بنان وايضا نزع لوك جربوه لانه فعلا فعلا يستحق التجريبة والاهم انه سهل التحضير بلا ترجرة الضغط وبلا شواء وكيجي لديد 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 صدقوني ممتاز وكيما كتشوفو في زليفات فاتما درت واحد الصالات اللي هكا بالبربا والدراء وليباد مش ما غادش نطول عليكم هكا في كل فيديو ان شاء الله اهميكم هكا شي حاجة مالحا نقدم لكم اقتراح ديال مقبلة او لصالاتة لي هكا كيجيو بنان وخفف نتمنى لكم عاشركم باركة مسعودة دوام الصحة ولعافية مع السلامة